في عنوين هذه النشرة مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لا دور لأي طرف ثالث في التشكيل معظم القطاعات عادت إلى العمل والمدارس بين فكاي العلم والصحة زحمة سير خانقة رفقت انتهاء العمل بنظام المفرد مجوز الثانية والربع بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك والتويتر مع عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وعلى وقع انتهاء العمل بنظام المفرد مجوز زحمة سير خانقة على مختلف الطرقات اللبنانية تضعنا في أجوائها الزميلة جينيفر مزرعاني جينيفر يعطيك العافي هذا النهار ترافق مع عودة نشطة لحركة السير على الطرقات نعم جورج يعني باليوم الأول من إعادة فتح البلد بعد أسبوعين من الإقفال العام هنا نقول أن الطرقات اللبنانية عم تشهد حركة السير ناشطة جدا بمختلف المناطق اللبنانية هذا الأمر بعود طبعا لإلغاء قرار السير بحسب نظام المفرد والمجوز وبالإضافة إلى فتح البلد بجميع قطعاته وذلك طبعا بالالتزام بالإجراءات الوقائية نحن اليوم قمنا بجولة أولا على المدارس وكنا عم نشوف نسمة الالتزام بالمدارس التلميذ كانوا كلهم عم حطين كمامة كانوا ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وأيضا كمان قمنا بجولة على المطاعم المطاعم اللي كمان كانت ملتزبة بالنسبة النسبة البحقلة فيها اللي هي ما بتتتجاوز 50% ولكن نحن لما جلنا على المطاعم فهي كانت ضمن ساعة الظهر يعني عن تقريبا على الساعة 12 فالحضور بالمطاعم ما كان كتير كبير فيقول كمان أنه أصحاب المطاعم كانوا معطردين على أنه هن مجبورين يسكروا على الساعة 10 مساء وهي على الساعة نظرا لأنه حضر التجول بيبدأ من الساعة 11 لغاية الساعة 5 الصبح فكان فيه اعتراض من قبل أصحاب المطاعم كرميل إذا فيهم يمددوا ساعة الفتح لا يقدروا يستقبلوا عدد زبائن أكبر كمان قمنا بجولة على الأسواق والمحلات التجارية يعني كانت هي فتحة بيومه الأول واللي أكدوا لنا كمان أنه نتأذى كتير بها الجمعتين الأقفال وكان فيه إجماع أنه جمعتين الأقفال ما كان إلى نتيجة إيجابية على أرقام كورونا بالبلد نعم شكرا لألك زميلة جينيفر مزرعاني على هذه المعلومات وكانت الزميلة جينيفر قامت بجولة على الأسواق التجارية وعدت بالتقرير التالي بعد أسبوعين من الأقفال عادت العجلة الاقتصادية لتتنشط ولو تدريجيا وذلك بسبب فتح جميع القطاعات أبوابها بوجه زبائنها وفق نسبة استيعاب لا تتجاوز الخمسين في المئة وبعد إلغاء قرار السير بحسب نظام المفرد والمزدوج شهدت الطرقات اللبنانية حركة سير ناشطة في مختلف المناطق بالنسبة لعشاق الرياضة والتمارين عادت الأندية الرياضية للعمل لكن ضمن شروط وقائية صارمة كل شخص بيجي عالجيم بدي يخذ موعد ما في يجي ساعة لبده بس يفوت بياتخذ حرارته على البيب بدي يكون معه منشفة إجبارة نحن عم نعقم للجيم كل ساعة أو ساعة ونص بس يروح قص من المنبس ويجي غيرهم نحن عم نعقم ماكسيوم عم يكون موجود بالجيم بين 6 و 8 أشخاص قدرة الاستيعاب للجيم كتير كبيرة عنده بس نحن ما كنا عم نستقبل أكتر من 25 إلى 30% من قدرة استيعاب الجيم يعني مثل ما شايف الجيم فيه شخص شخصين ماكسيوم ومهم الواحد ينتبه يعقم إيديه بس يخلص أو هو عم يعمل الجيم كل ما دقبه ضمبلز أو شيء بس يخلص بعقم إيديه بيمشى الحال المحلات التجارية والأسواق والمصالح الخاصة فتحت أبوابها على أمل الاستفادة من فترة الأعياد نحن وضعنا شباء يعني تخيل جماعتين تسكن هو نحن عم نفتح وما في شغل يعني هلأ بس فتحنا إن شاء الله أنه هيدا الشهر يعود شو بدي يعود ما رح يعود بس إن شاء الله إن شاء الله متأملين خير أنه يكون فيه بوادر العيلة ما نجاء تقدر تيكر وتشرب بس إنه إظهرنا من البيت مش هادين بالبيت هي هي نوع شي نفتحنا المطاعم عادت إلى العمل من جديد بالنسبة لا تتجاوز الخمسين في المئة من قدرتها الاستيعابية الإجراءات الليقائية نحن يخذين مترين وشوابين طاولة وطاولة وشايلين طاولات هلأ اليوم نسينا طاولات سلنا معدل النص إذا نحن ناخد التسكير شو فاد برأي الشخصي ما فاد ما بعتقد فاد لأننا نحن كعالم عدنا بالبيت خمسة عشر يوم ست عشر يوم بلا مصاري هاي إذا ما ناخدها كشخصي كان إحنا الإجراءات ملتزمين فيها المكسيموم من الشباب للإجراءات اللقائية اللي عم نعملها تجاه الزباين وإن شاء الله يعني قد ما فينا نقدر نحد من خطورة الكورونا ما لحقت المطاعم اللي تشرع أبوابها إلا وكان بعض الزبائن أولى زوارها وبالنسبة للبعض ليست المطاعم والمقاهي السبب من جراء ارتفاع أعداد كورونا بعد اللوكتاون اللي صار يعني واحد بده يعني بديك تظهر شوية ترفي عنها إصلاك إزم التزمين بالإجراءات يعني أكيد أفضل وهي يبين أنه التسكير ما كان هلقد فيه إفادة يعني واحد بحب يظهر بيعامي شي بانهاراته يعني بس بذات الوقت بديه ينتبه لأنه بديه يكون بمطالح أوتدورز يعني ما يعرض الآخرين للخطر بس مش منطق ظلهم مسكرين هيك البلد كمان ما بفتكر هيك محلات هن اللي عم بزيدوا حالاتها فتح المؤسسات التجارية والسياحية أبوابها إيجابي بالنسبة للوضع الاقتصادي أما بالنسبة للواقع الوبائي فنتائج يمكن أن تكون كارثية إن لم يتم التشدد بالإجراءات الوقائية للتذكير تقييم لجنة كورونا أسبوعي وجميع الاحتمالات مطروحة آخر الأسبوع إما فتح المزيد من القطاعات أم العودة إلى الأقفال ومع انتهاء أقفال البلد وعودة فتح المدارس قال وزير التربية في حكومة تصريف العمال طارق المجذوب أن في القسم الأول من السنة الدراسية ستتعاون المدارس مع الأهل الذين لا يرغبون بإرسال أولادهم إلى المدرسة لمواكبة التدريس عن بعد أما في القسم الثاني فننتظر تقييم الوضع ولفت المجذوب إلى أن وزارة الصحة ستؤمن فحوص كورونا مجانية لكل الأساتذة الراغبين بإجرائه هذا وأوضح وزير الصحة أن وزارة الصحة ستواكب وزارة التربية في مخص إعادة فتح المدارس وأن الخطة التربوية تجيب على الكثير منها واجز الأهالي ولفت إلى أن عدد الإصابات عند الأطفال دون العشر سنوات لا يتجاوز الثلاثة بالمئة فلا أحد فلا أحد يجبر الأهل على إرسال أولادهم وسنعمل ضمن المستطاع لمواكبة التلامذة عن بعد أما الفصل الثاني من العام فننتظر تقييم الوضع الصحي لتقرير التفاصيل المناسبة وستؤمن وزارة الصحة العامة هذا الفحص لمن عنده عوارض من خلال آلية ستعلن بواسطة تعميم وقد وعد معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تأمين وزارته فحص البي سي آر المجاني لمن يحتاجه من المعلمين ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار واقعنا فمن جهة أولى ليس لدى وزارة الصحة العامة بالإذن منك الأموال كما هو الوضع مع سائر الوزارات ومن جهة ثانية أجهد العمل المتواصل القطاع الصحي فعانى معناه أول شي صحيا بتكون العوارد عند الأطفال أقل شدة وأكيد بتكون عادة خفيفة باستثناء الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة أو مستعصية نتمنى لهم السلامة وهون دور الأهالي إنهم ما يجزسوا بإرسالهم إلى المدرسة إلى حين تأمين إن شاء الله اللقاح الناجع لفي نوع من العديلي وهذا الحق العادل إنه يتأمنوا هاي الرعاية كأولوية مطلقة عند وصارة الصحة العامة اللي بدهم من خلالها نكون عم نأمنوا كمان حق عودته إلى المدرسة ليكون معرفاته وعم بيحصل العلم اللي بيبتغي العدد الإصابات بالمجمل عند الأطفال دون العشر سنوات هو لا يتجاوز ثلاثة بالمئة من عدد الإصابات اللي تسجلت بلبنان منذ بداية الجائحة وحتى عمر تسطعشر سنة أقل من تسعة بالمئة الوفيات كانت حالتين فقط وهن عانوا من أمراض مزمنة وفي تشوه خلقي وفي تشوه خلقي عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة لسيما الإشارة إلى دور لرئيس تكتل لبنان القوي النأب جبران باسيل في عملية التشكيل إن هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي تتكرر من حين إلى آخر وتعمم من وسيلة أعلامية إلى أخرى بتنصيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد إن مكتب الأعلام يجدد التأكيد أن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لأي طرف ثالث فيه حكوميا أيضا ترقب لما سيحمله الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في الساعات المقبلة أكدت مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري للأو تيفي أن الجديد الوحيد والأساسي على الصعيد الحكومي والذي ينطلق منه الحريري هو أنه أنجز تشكيل من 18 وزيراً بات جاهزة مؤلفة من اختصاصيين لم يسمي أي حزب أي اسم منهم سيعمد إلى تقديمها في الساعة المقبلة إلى رئيس الجمهورية وعليه تصبح مهمة التوقيع من عدمه وذلك يشمل أيضاً الثنائي الشيعي والنائب السبق والجملات والاحتمالات كافة واردة عند الرئيس الحريري من دون أن تعطي هذه المصادر مزيداً من التفاصيل إذا فعلاً كانت هذه التشكيلة جاهزة لماذا لم يقدمها الحريري خلال الاجتماعات السابقة التي عقدت بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أو لماذا لم يقدمها حتى الساعة فحريم بالرئيس المكلف أن يقدمها لربح الوقت بدلاً من الاحتفاظ بها وتبعت المصادر قائلة أن كل ما قدمه الحريري حتى الساعة هو بضعة أسماء لبضاحة قائب ولم يسمي يوماً أحداً من الوزراء الشيعة ولا الوزير الدرزي لا وزير المردى ولا وزير القومي وهو حتى لم يسمي كل الوزراء السنة بل كل همه هو أن يسمي الوزراء المسيحيين الذي يفترض لرئيس الجمهورية أن تكون كلمة له في تسميتهم كما في تسمية غيرهم وختمت المصادر عبر الأوتيفي بالقول فليأتي الحريري بهذه التشكيلة ولكل حادث حديث إلى ذلك رأت مصادر متابعة عبر الأوتيفي أن الحريري يحاول إذا قام بهذه الخطوة أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لكن الأمور ليست بهذه البساطة لأن المعيار الواحد الذي يطالب به التيار الوطني الحر يكون عبر الاتفاق مع رئيس الجمهورية كما ينص دستور لأن يتفرد هو بالتسمية فمشاركة الرئيس ضرورية مصادر الثنائي الشعي أكدت بدورها للأوتيفي رداً على ما قالته مصادر الرئيس الحريري لنصلى من سلم عليه وتابعت لنرى ما هي المعايير التي اعتمدت بالتسمية وأيضاً هناك أليات معينة يجب الأخذ بها بحسب الأصول والتفاهم بين الحريري وبين الرئيس الجمهورية الساسي بحسب الدستور وأي حكومة حتى لا تولد ميتة هي محكومة بثقة المجلس النيابي وقالت مصادر الثنائي الشعي للأوتيفي لا يمكن فرض أمر واقع إلا بموافقة المجلس وصحيح نحن في ظروف استثنائية لكن إلا بد من مراعاة التوجهات الوطنية العامة ووطننا محكوم بالديمقراطية التوافقية أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله فأكد أن تشكيل الحكومة دستورياً يكون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وكل ما يقال عكس ذلك كلام غير مفيد ونتمنى أن يستمر التشاور بين الحريري والرئيس عون لأن البلاد بحاجة لحكومة اليوم قبل الغد وأضف عبدالله للأوتيفي اللقاء الديمقراطي سمى الرئيس الحريري بالأساس وهو متوافق معه على أطر تشكيل الحكومة التي يجب أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من كفؤين وتعطي رسالة إيجابية للداخل والخارج وقال عبدالله عندنا لم يتغير شيء في هذا الخصوص وختم بالإشارة إلى أن المشكلة شقان داخلي وخارجي في شق الدقلي لا ندري ماذا يحصل حول الحصة المسيحية وفي الشق الخارجي ثم تمن ينتظر الإدارة الأمريكية الجديدة وانعكاس سياستها على الشرق الأوسط وخريطة الصراعات الإقليمية اعتبر رئيس الحزب الديمقراطية اللبنانية الأمير طلال أرسلان في تغريدة عبر تويتر أن التوقفات التي أجرها القاضي فادي صوان وتحديدا بحق الرائد داود فياض الضابط النزيه المقدام في الأمن العام تندرج تحت خانة التوقف التعصفية الذي لا يموت إلى العدالة والحق بصلة وقال يعلم الجميع بأن الأمن العام لا يملك في المرفأ الصلاحية على موجوداته انتظرنا طيلة هذه الفترة العدالة والأسباب التي أدت إلى انفجار المرفأ الدموي الذي سقط فيه ضحايا أبرياء نتيجة الإهمال الذي حصل لكن أن يذهب ويظلم بعض الأحياء الأبرياء أيضا فلتغطية ماذا؟ سؤال برسم القاضي صوان هذه النشرة مستمرة بعد الفاصل النشرة مستمرة إيران كانت على علم باحتمال تعرض فخر زادة للإغتيال وتفاصيل إضافية حول العملية كشفها التليفزيون الإيراني أعلن أمين عم مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخر زادة لمحاولة الإغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه وأضف في حديث لتليفزيون الإيراني أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لإغتياله وقال شمخاني عملنا على تعزيز حماية فخر زادة ولكن العدو نفذ الإغتيال عبر طريقة جديدة وحرفية وتخصصية وأشار إلى أن فخر زادة كان عالما نوويا منقطع النظير وله دور كبير في الصناعة النووية والدفاع النووي ومكافحة كورونا مؤكدا أن إيران لديها الكثير أمثال فخر زادة ولن يتمكن العدو من القضاء على قدراتهم العلمية إلى ذلك دفن العالم النووي محسن فخر زادة في مقبرة الشهداء المجهولين والعالم النووي مجيد شهرياري في شمال طهران بإيران ووصل جثمان محسن فخر زادة فجر يوم أمس الأحد إلى مطار مدينة مشهد لتشيعه داخل مقر الإمام الرضا هذا وأفادت قناة العالم الإيراني عن مصدر مطلع بأن اغتيال العالم النووي الإيراني نفذ باستخدام أسلحة إسرائيلية الصناعة تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية وأكد المصدر المطلع لقناة العالم توفر أدلة توثبت تورط إسرائيل في عملية اغتيال العالم فخر زادة وأوضح المصدر أن العناصر المعادية للثورة الإسلامية دائما يلعبون دورا لوجستيا في تنفيذ عمليات الاغتيال التي يرتكبها الكيان الصهيوني في إيران الكيان الصهيوني ارتكب هذه الجريمة من أجل زيادة الضغط على إيران لوقف التطور العلمي المتسارع والذي كان لفخر زادة دور مهم فيه خاصة في مجال البحوث العلمية على ما أتى في تلفزيون العالم الإيراني نقلا عن مصادر رئيس المنتخب جو بايدن يعلن تشكيل فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض وهو مؤلف من النساء أعلن المرشح الديمقراطي لرئاسة الأمريكية جو بايدن عن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض والذي سيكون مكونا من الإناث حصرا وقال بايدن أنا فخور بأن أقدم اليوم أول فريق اتصالات في البيت الأبيض يتكون بالكامل من النساء حيث وصف مكتبه هذا الفريق بأنه الأول من نوعه في تاريخ البلاد وتبع بايدن حديثه قائلا أن هؤلاء المؤهلات والخابرات في مجال الاتصال يوفرن وجهات نظر متنوعة لعملهن ويتشاركن الالتزام بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل وتعتبر هذه التعينات مؤكدة إذ أنها لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ على عكس المناصب الوزرية ويسعى الرئيس الديمقراطي ونائبته إلى أظهار التنوع في التعينات والترشيحات المعلنة حتى الآن قبل أداء اليمين في عشرين كانون الأول القادم حيث أشار التقارير إلى أن هناك عددا من التسميات الأخرى التي قد يعلن عنها هذا الأسبوع وألفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن هذه التسميات ستشمل سيسيليا روس كأول إمرأة من ذوي البشرة السمراء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديين ونينا تاندن كأول أمريكية من أصل هندي على رئيس مكتب الإدارة والميزانية وبحسب وكلة أنباء فإن هذه التقارير تأتي في أعقاب أنباء عن نية بايدن ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطية الفيدرالية السابقة جونت ييلن لتولي وزالة الخزانة الأمريكية التي إذا ما صدق مجلس الشيوخ على تعيينها ستصبح أول أمرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى وزالة الخزانة إلى ذلك أفاد التقارير الإعلامية أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنار سيزور السعودية وقطر هذا الأسبوع في محاولة لتحقيق انتصارات ديبلوماسية قبل انتهاء ولاية ترامب وستركز الزيارة خصوصا على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال كشفت وكالة أنباء البحرين أن وفدا رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني يغادر في الأول من كانون الأول في زيارة إلى إسرائيل يرافقه عدد من المسؤولين من وزارات الدولة ومؤسساتها ورجال أعمال وبحسب بيان الوكالة من المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس كما ستتم مباحثات بحرينية إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة وتبادل الخبرات بين البلدين وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خصوصا فيما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار وبحث الفرص الاقتصادية وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وأعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في أيلول الماضي النشرة مستمرة بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في الخبر الأخير في هذه النشرة طالبت نقابة عمال المخابس في بيروت وجبل لبنان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف العمال رويل نعمي بالعودة عن قراره الخاطئ والمتسرع بأنقاص وزن ربطة الخبز بدل من رفع الوزن وتشكيل لجنة دراسة وكلفة صناعة الرغيف بكل شفافية تضم كل من له علاقة بإنتاج الخبز ورأت في بيان أن الوضع أصبح لا يطاق فهناك أزمة اقتصادية متفاقمة وأوضاع اجتماعية مترددة وزيادة البطالة والعاطلين عن العمل معتبرة أن ألاف الأطنان من طحين المساعدات لم تصل إلى مستحقيها ولم يوزع الخبز المجاني على المواطنين وذهبت إلى الأفران من جهة أخرى دعت النقابة وزيرة العمل في حكومة تصريف العمال لم ييمين إلى تشكيل لجنة طارئة برئاستها من أهل الخبرى والكفاءة للتعاون لتنظيم قطاع الأفران حفاظا على ما تبقى من عمال لبنانيين كما دراسة الوضع بصورة شاملة تمهيدا لإصدار القرارات والمرسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعقدية والقانونية بين العمال وأصحاب العمل للحفاظ على الحقوق وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين في قطاع المخابز والأفران إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة ولكن للمزيد تابعوا أوتيفي دوما عبر انستغرام فيسبوك تويتر وموقع أوتيفي.com.lb إلى اللقاء